ضمن زيارات الرعوية وبالتزامن مع الاحتفالات باختتام الشهر المريمي قام غبطة البطريات تيفاتي سابات سبالة بزيارة لمدينة نابلس التقى خلالها بأبناء الرعية ومختلف الشخصيات الدينية والرسمية والمدنية وخلال الجولة ترأس غبطته القداس الإلهي مع أبناء الرعية حاثاً إياهم في عضته على العيش بالإيمان المسيحي والثبات فيه وشملت الزيارة كل من كنيسة بئر يعقوب الأرثوذكسية ورهبات الأم تريزا ومدرسة البطرياركية اللاتينية ومجموعات رعوية في مدينة نابلس كما زار البطريارك بت سبالة جامع النصر في المدينة حيث تم التأكيد على ضرورة العيش السلمي بين الجميع واختتمت الفعاليات بالتوجه إلى جامعة النجاح لتعزيز الحوار والقيم البناء في المجتمع